رأيه كيف في ماتش النهاردة وخاصة ان جوزيجو ميز عنده وقت كتير جدا للتحضير للمباراة اللعيبة 95% منهم تحت عينيه وتحت ايديه في الفترة اللي فاتت خلال التدريبات ومن خلال توجودهم الدائم معاها شفت المباراة ازاي بس يا كبتن طبعا ما بين كده عايز اكلم في نقطة عبد المطلع انت اتكلمت في نقطة المنشطات واتكلمت عليها بشكل كبير جدا انا بحييك على مناقشة الموضوع واعتقد ان رمضان صبحي حق لي ونادي برمز ان ارفع عضية على الكابتن جمال علامو انت اتكلمت بخلاصة واتمنى الناس كلها تسمع الموضوع من اول والاخر من خلالك لان انت نقشت الموضوع بشكل احترافي جدا والبرنامج مش ضد حد احنا بنناقش الموضوع عشان خاطر قوانين بتحكمنا قوانين دي كارسة انت كلمت كارسة قلت كده بالزبط دي جريمة ودي جريمة فعلا النهاردة لما يطلع رئيس تحاد الكرة يتكلم على ان العيانة ايجابية للاعب اصلا كابتن حسام حسن محتاجه في مداخل مصر بتعمل شوشرة شوشرة جبيرة جدا على المنتخب كمان فانت بيتالي وانت رئيس التحاد الكرة المصري اللي انت المفروض تحمي كل لاعب فبالتالي اربحييك على الموضوع النوطة التانية النهاردة هو فوز معنوي انت تكلمت في نوطة مهمة جدا ان احنا كابتن المليجين القيم في التحديد من قيم الاداء النهاردة النادي الزمالك ابتدى يتعلم انه هو يكسب من غير اداء يعني ايه الكلام ده النادي الاهلي خلال السنين اللي فاتت بيكسب معظم ماتشاطه وبيحق بطولات من غير اداء النادي الزمالك النهاردة عمل كده لكن المؤشر في خطر النادي الزمالك في خطر من حيثه الاداء المكسب هو فوز خادع وانا دايما انا شايف ان الفوز بتاع النهاردة بالذات هو فوز خادع لا ملوش علاقة خالص خالص بمجريات الماتش في يوتشر عمل ماتش بالنسبة لي ماتش كويس جدا فاول الماتش بدأ بشكل ضاغط على نادي الزمالك مش خايف من نادي الزمالك اول كرة جات في العرضة جات له فرصة في غياب دفاع في توطر كبير جدا من لعبة نادي الزمالك غير مبرر في فترة توقف المفروض المدير الفني يكون محفظ لعبته مفيش اي بصمة تدل ان المدير الفني عامل بصمة جوه الملعب خلينا كن متفقين ان الجن الاولاني كمان بتاع نادي فيوتشر لك انت تخيل اللعبة جاية من نص الملعب يا كابتن من عند ملعبهم من غير محد يقابلهم هو الجن ده لو في صور لي كانت جات من الاول خالص مشكلة كبيرة جدا في نص ملعب نادي الزمالك سببها جمس اصلا ان احمد حمدي هو مش بيلعب يا كابتن جنب بدونجا احمد حمدي انا لعبت ضده كتير جدا خطورته ان يلعب تحت راس الحربة ما تلعبوش هترهكو بدنيا لعيب ده من اللعيبة المميزة جدا لا بزم غلطة بتاع عبدالله الصعيب بتتعامل مع احمد حمدي بالزبط رغم ان احنا يعني ازا مالك عنده شحاتة بيلعب في الحيط دي كالعيب نامراتماني او كالعيب سولد يقدر ان هو يحللك كل المشاكل اشعارف حاز ان الموضوع سهل انا مش عارف هم صعب الدنيا ليه حتى في تغييره اوباما لما طلع ما تنزل شحاتة وحط احمد حمدي قدام شحاتة ودونجا الموضوع بسيط والشهد التاني نزل زيز وعلى عساب شكبالة الموضوع بسيط هجابت حتى سامسون بيلعب النهاردة بيلعب هاف رايد مرة يلعب تحت راس الحربة اخر الماتش لعب هاف ليفت فالرجل ده انا قلت عليه من بعد ماتش النادي الاهلي ما بيعرفش يرى ماتشات يعني مش ده الموديل الفني اللي بقاعد يا كابتن يعمل لك تغييرتين تلاتة يقدر انه هو يقلت بيهم ناتك تنماتش فترة التواقف انت استفدت منه ايه انت مستفدتش اي حاجة بس في يعني من الناحة التانية لو نهاردة جوميز بيتفرج علينا هيقولك انا التغييره بتاعت زيزو رجل نزل عمل اسست وجاب جون خلينا دي مجهودات فردية ايه يا كابتن انت بتقيم الموديل الفني ده نتيجة الترابط الجماعي ما بين الخطوط بيبقى فيه جملة تتقال عليها النهاردة مجهود فردي فقط لو تجي تبسيط على اللعيبة كلها ده فيه فدان يا كابتن في الملعب اللعيبة كلها بعض عن بعض كلها بعض مجهود فردي من كل لعب لكن تقول ان فيه بصمة للمدير الفني لا طبعا لكن الشكل الجماعي احنا في خطر النهاردة في يوتشار ضيع فرص اكتر من النادي الزمالك اشتركوا في القناة